هذه الهدايا هتروح علونا صوت نبضة القلب باللهي هتروح لاثنين ونقول لهم أبدعتوا وتألقتوا ونقول لكم كنتوا علامة جدا 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 مميزة في هذا الأسبوع لأن صراحة الفريقين أدى والفريقين كلهم طلعوا بأحلحة خولة هل تتوقع أنك تودعي اليوم؟ لا أعلم لو أدعتي؟ لا لأنك ومنار مرّة مبدعات وبرضو حزعل على في وربا لو إنهم ودعون في فريق حصل على مية وتسعة وسبعين نقطة وفي فريق ثاني حصل على ميتين واحد ستين نقطة يعني الفرق أكثر من مية درجة في للأسف أنت ربا ربا شكلك أنت تبكي؟ لا ما الذي تبكي في الموضوع؟ تعرفوا الفريق القادم ما اسمه؟ فريق لا لا الياسمين اسمه الياسمين الفريق الفائز معنا في هذا الأسبوع ونقول له ألف مبروك هو فريق المرجان ولا الفراشات؟ الأرجوان الأرجوان عفوان عفوان الفراشات ولا الأرجوان شوفوا لو أنتو بتطلعوا الحمد لله عشان ما لخبط لأسمكم بعد كي لا لا والله ما عرض أنكم أنتو تغادرون يعني لكن يا ربا أنتو في ها؟ ها؟ عطوني النتيجة جماعة الفريق الفائز؟ ها ها هو فريق؟ لا لا عمه ما أقول؟ نقول ألف مبروك للفريق اللي حصل على الأعلى نقاط في هذا الأسبوع بكل جدارة يستمروا معنا ويأخذوا مبلغ مالي هو فريق فلاشات الا الفراشات الفراشات فراشات مبروك مبروك يا السلام يا سلام Hitler أسلموا على بعض يلا يا سلام عليكم على الروح الحلوة الله عليكم يا بنوتاتي يا حلوات ماشا الله تبارك الله يلا تعالوا اتفضلنتو ودوهم هدايا يلا كل واحدة فيهم تعطيه الثانية هدية وإن شاء الله منار وخول ما زعلوا وإحنا والله صراحة نفتقدكم لكن إنتوا برضو تبقوا يعني معانا في قلوبنا وإن شاء الله نشوفكم في ختم هذا البرنامج ونجتمع كل الأفريقاء يجتمعوا في هذا البرنامج حابين تقولوا حاجة؟ يلا يا منار تقولي الحمد لله أنا كلنا مبروك فريق فراشاد وعادي كلنا أخوة وأنا كنت شجع في لغة المرجان شجع في لغة المرجان؟ يح السلام وإنتي يش تقولي يا خولة؟ يعني الحمد لله أنا شاركنا في هذا البرنامج وعادي لو طلعنا لأنهم شدوا حيالهم أكثر كذا ومبروك فادي هم حالفهم الحب لكن إنتوا ما شاء الله تبارك الله برضو شدأتوا حيالكم لكن يعني هم استاهلوا استاهلوا؟ وأيضاً إنتوا تستاهلوا كل الخير وألف مبروك لكم مبروك أخوة 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 إلا بالله إيش بيفكني منكم أنا عودوا بالله بشيطار رديم المهم بيجيكم فريق جامد يسمو الياسمين فشدوا حيالكم ونبغى أسبوع يكون بكل تميز تمام؟ نراكم على خير جمهورنا الكريم إن شاء الله تكونوا مبسطتم معنا في هذا الأسبوع وسامخونا لو قصرنا وإن شاء الله نلتقي في الأسبوع القادم بكل حب يجمعنا حي السعادة هذا الحي اللي إنتوا تحبوه وإحنا نحبوه ترجمة نانسي قنقر